فازت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة الابتكار خلال جائحة كورونا عن تطبيق مجتمع واعي وذلك خلال مشاركة الهيئة في قمة المدن الذكية التي عقدت خلال اليومين الماضين نعم هذا وسهم تطبيق مجتمع واعي الذي أطلق من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في الحدي من انتشار فيروس كورونا من خلال استخدام التطبيق للتقنيات المتطورة منذ بدء جائحة كورونا والحكومة تحرص على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين والمقيمين وتطوع التكنولوجيا والتقنية الحديثة لحماية المجتمع حيث أتى تطبيق مجتمع واعي نتاج هذا الحرص الذي أسس ومنذ سنوات قاعدة تكنولوجية صلبة استطاعت إطلاق هذا البرنامج لدعم الجهود الوطنية تطبيق مجتمع واعي قدم عدة خدمات هامة سهمت بخفض أعداد الحالات القائمة منها استخدام خاصية تحديد الموقع لتنبيه الأفراد في حال خلطوا أو قد كانوا على مقربة من حالة قائمة تم تأكيدها ومتابعة الحالات الخضعة للحجر أو العازل والتأكد من وجودهم داخل النطاق وعدم خروجهم منه كما قدم خدمات حجز الموعيد لفحوظات الفيروس والتطايمات والجرع المنشطة هذا ويعرض أيضا أخر المستجدات والإحصائية الرسمية عن الفيروس محليا وعالميا ويوفر أحدث الإرشادات الصادرة عن الهيئات الصحية ومعلومات عامة عن الفيروس نجاح بحريني متميز في مسيرة التحول الرقمي رغم الظروف أكد على تفرد استراتيجية الاتصالات في مملكة البحرين